اشتركوا في القناة لتطوير مصنع للمواد الكيميائية الاساسية بقيمة مليار و 300 مليون دولار والذي سيتم فيه استخدام احتياطات الغاز حيث دوّن قائلا وقعت نيجيريا والمغرب اتفاقية لتطوير منصة للمواد الكيميائية الاساسية بقيمة 1.3 مليار دولار في نيجيريا ستنتج الأمونيا والعديد من الأثمدة باستخدام احتياطات الغاز في نيجيريا نحن في طريقنا لأن نصبح مركز طاقة إقليمية وعالمي للأثمدة وكتب الرئيس النيجري اسمحولي أن أغتنم هذه الفرصة نيابة عن كل النيجريين لأشكر أخي وصديقي الملك محمد الثالث على تواجده معنا في هذه الرحلة الصعبة والمثيرة ووفق بوخاري فإن المصنع الجديد سيمكن عند الانتهاء من إنجازه من إنتاج مواد اليور والأمونيا وسينضاف العشرات من مصانع الأثمدة التي تم إحياؤها في إطار مبادرة الرئاسية وفي ثياق آخر قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاحتفاد بثياسة ترامب فيما يخص ببيع طائرات بدون طيارة بحسب ما نقلت وكالة رويترز يوم أمس الخميس وسيكون المغرب ضمن قائمة الدول المستفيدة من هذا القرار وأوضح المصدر ذاته أن الحفاظ على هذه السياسة يفتح الباب أمام الولايات المتحدة لجلب مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة لحكومات الطايوان والهند والمغرب والإمارات العربية المتحدة ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الاتفاق أن أعضاء في الكونغرس علقوا بيع أربع طائرات مثيرة للمغرب بسبب اعترادات على تحرك إدارة ترامب للاعتراب بالثحراء كأراضي مغربية ويدكر أنه في اليوم الذي تم الإعلان فيه عن تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية أعلنت وكالة رويترز عن دخول المغرب في مفاوضات مع الولايات المتحدة لشراء أربع طائرات بدون طيارة كبيرة متطورة من طراز سيا غاردين أم كيتي الثعابية تصنع شركة جنرال أتوميكس يبلغ مداها 6 ألف ميل بحرية حوالي 11 ألف ومئة كيلومتر ويمكنها مراقبة مناطق شاسعة في البحر وفوق الصحراء تمكن سبعة مهاجرين مغرباء اليوم الخميس من الضفر بمقاعد تمثيلية لهم في البرلمان الهولندية خلال الانتخابات الأخيرة متصدرين بذلك المرتبة الأولى لقائمة النواب الأجانب الأكثر تمثيلية في المؤسسة التشريعية التي تضم 150 نائبا برلمانيا ووثق ما كشفتهم مصادر إعلامية هولندية فإن منتخبين مغربة تمكنوا من حجز سبعة مقاعد لهم في المؤسسة التشريعية الهولندية من أصل 150 نائبا خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في هولندا على مدى ثلاثة أيام بسبب الظروف الصحية وحالة الطوارئ المعلنة في البلاد بسبب جائحة كورونا وأكدت المصادر أن النواب المغربة أصبحوا الأجانب الأكثر تمثيلية في البرلمان الهولندية متقدمين بذلك على نضرائهم الأتراك بثلاث نواب واثنين آخرين ينحدران من دولة الثورينام وفاذ الحزب الليبرالية الهولندية الذي يقوده مارك روت الوزير الأول في الحكومة السابقة بالمركز الأول إذ ينتظر أن يقوده للمرة الرابعة ائتلافا حكوميا يرتقب أن لا يضم حزب الشعب من أجل الحرية الذي يقوده السياسية خيرتفيلدرز وإحتل حزب الحرية من أجل الشعب الذي يقوده العنصرية خيرتفيلدرز المعروف بعيدائه المقيت للمغاربة في المركز الثالث بعدما أصبح عدد مقاعده 17 مقعدا إذ فقد 3 مقارنة مع الولاية التشرعية السابقة وفي موضوع آخر تسعى الجزائر لاستقطاب أصدقاء المغرب بالقارة الإفريقية لوقف مسلسل فتح القنصليات وفي إطار السعي المحموم للديبلوماسية الجزائرية لحجد تأييد لمواقفها من نزاع الصحراء والترويج لبعث دور للاتحاد الإفريقي لحل هذا النزاع الإقليمي حل اليوم الخميس وزير الخارجية الجزائرية ثبر بوغدوم بعاصمة الثراليون فريطاون بوغدوم أشر في تغريدة لو على تويتر إلى أنه التق خلال هذه الزيارة برئيس جمهورية الثراليون جوليوس مادابيو وتحدث معه حول ثبول تفعيل التعاون الثنائية وتعزيز الروابط التاريخية بين البلدين وأكد تعميق سنة التشاور الرافع المستوى حول قضايا السلم والأمن في إفريقيا زيارات تندرج في سياق التحركات والاتصالات التي بشرتها الدبلوماسية الجزائرية بعد القرار الأخير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول نزاع السحراء والذي مارست فيه بدعم من جنوب إفريقيا ضغوطا شديدة بهدف اتخاذ مواقف تتماهى مع أطروحة عصابة البوليساريو وبما يتنافى مع القرارات السابقة للاتحاد الإفريقي المشددة على أن النزاع السحراء يتم معالجته بشكل حصري في إطار منظمة الأمم المتحدة كما تندرج زيارة وزير الخارجية الجزائرية لجمهورية الثراليون وذلك بعد زيارة قادته أمث إلى جمهورية الكاميرون وهما بلدان فرنكوفونيان معروفان بعلاقاتهم المتميزة مع المغرب وبمواقفهم المعتدلة من نزاع السحراء في إطار تحركات الجزائر الهادفة لوقف مثلثل فتح القنصليات بالأقالم الجنوبية الذي بشرته العديد من الدول الإفريقية الصديقة للمغرب تأكيدا على دعمها لمغربية الصحراء ولثيادة المملكة على الأقالم الجنوبية لم يمضي الكثير من الوقت على الخروج النهائي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبية مع ما تمي سنة 2020 حتى تأكد أن المغرب سيكون المستفيد الأول من هذا الأمر اقتصاديا وخاصة على المستوى الفلاحية وهو ما كشفت عنه أرقام المؤثثة البريطانية الملكية للإرادة والجماركة الخاصة بشهر يناير من سنة 2021 والتي جرى كشف النقاب عنها مؤخرا حيث استطاع المغرب لأول مرة تجاوز هولندا في إجمال الصادرات الفلاحية مسجلا أكبر نسبة نمو وحافظت إسبانيا على صداراتها كأكبر موردة للخضار والفواكه نحو المملكة المتحدة بما مجموعه 148,564 طن خلال أول شهر من السنة الجارية لكنها سجلت تراجعا بنسبة 10% مقارنة بالفترة النفسية من العام الماضي التي وردت خلالها مدريد أكثر من 164,000 طن أما المغرب حل ثانيا بتوريد 30,648 طن من المنتجات الفلاحية مقابل 20,236 طن العام الماضي ما يمثل ارتفاعا بقيمة 51% واستطاعت الرباط التفوق على أمستردام إحدى العواثم التي كانت تعد موردا أساسيا لبريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي والتي تراجعت صادراتها بنسبة 26% مستقرة عند 25,495 طن في يناير من عام 2021 عوض 34,513 في يناير من عام 2020 كما تفوق المغرب على جنوب إفريقيا التي تراجعت صادراتها نحو المملكة المتحدة بـ 13% وعلى البرازيل التي كانت تاني أكبر مستفيد من البريكسيت نتيجة ارتفاع صادراتها بـ 37% وتفصيليا يتضح أن بعض الخضروات والفواكه المغربية سجلت نموا قياسيا في صادراتها نحو المملكة المتحدة وفي مقدمة القرع الأخضر الذي وجهت الرباط 878 طن منها إلى لندن في يناير من عام 2021 مقابل 95 طن في الفترة نفسية من العام الماضي أي بزيادة نسبة 822% وانتقل حجم الصادرات الفراولة من 231 طن إلى 1292 طن بارتفاع نسبة 459% أما الصادرات الخيار المغربية فانتقلت من 246 طن إلى 786 طن ورغم الارتفاع الكبير في الصادرات المغربية نحو المملكة المتحدة إلا أنها تبقى مرشحة للنمو أكثر مستقبلا بما يهدد صدارة إسبانيا وذلك بعد إنشاء الخط البحري الذي ينتظر أن يربط ميناء طنجة المتوسطية بميناء بولا في دروست جنوب بريطانيا والذي سيكون من بين مهامه النقل المباشر للبضائع مثاهما في تقليص مدة وصول المنتجات المغربية من 6 أيام إلى 3 أيام وذلك في إطار تفعيل الاتفاقية التجارية التي تربط بين البلدين والتي بدأ تفعيلها مع إتمام البريكسيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر